التقى النائب العام المستشار حماد الصاوي والوفد المرافق له خلال زيارته رسمية للعاصمة الفرنسية باريس أبرز القيادات القضائية هناك وتضمنت لقاءة النائب العام كل من وزير العدل الفرنسي إيريك جوبون مورتي والنائب العام لدى محكمة استئناف باريس ريمي هيتز والمدعي العام لباريس لاغ بيكيو وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي الوثيق رفيع المستوى بين الدولتين وخلال لقائه وزير العدل الفرنسي أشهد النائب العام بالتعاون المثمر مع السلطات القضائية الفرنسية في جميع الملفات والذي أصفر عن استرداد قطعتين أثريتين هامتين لمصر في قضية مرتبطة بواحدة من أكبر قضايا نهب وتهريب الأثار التي تشارك النيابة العامة المصرية فيها نظراءها الدوليين فيما تجريه من تحقيقات مشيرا إلى أهمية تعميم هذا النموذج من التعاون مع البلاد الأخرى لكي تتبع ذات نهد السلطات الفرنسية حتى تتمكن الدولة المصرية من استرداد أثارها المنهوبة تحقيقا للعدالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر